اهلا بيوكا شباب وسهلا سعيد عليكم جميعا النهاردة فيديو ستسنائي لأول مرة في المحتوى العربي مجموعة من اختبارات او اختبارات المتانة والتحمل لجهزة اوبو جديدة فئة ال اي سرياس وال اوبو اي فايف وال اي ناين الفين وعشرين ولكن قبل ما ابدأ في الفيديو الفيديو ده برعاية ال اكسي في بي ان اكسي في بي ان منصة بتسمحلك بتصفح واستخدام الانترنت بدون اي قيود زي استخدام برامج التواصل من اي مكان في العالم حتى لو خدمات دي مقفولة في البل بي بتاع جهازك سواء جهاز الكمبيوتر او الايفون او الاندرويد وبالتالي امان تم اثناء عمليات الشراء اونلاين واستخدام الانترنت بسافة عامة طبعا بالاضافة الى امكانية الوصول الى اي برامج او الالعاب او خدمات غير مدعومة في بلدك وده من خلال سيفرات في مجموعة كبيرة من الدول طبعا بتقدر تختار الدول اللي انت عايزها تقدر تخش من خلالها من خلال شبكة الافتراضية الخاصة بالاكسي في بي ان ومصرف تشغيل الخدمة حوالي 1200 جنيه في السنة او اقل من 100 دولار في السنة رجاء ان تستخدموا الرابط الاكسي في بي ان اللي موجود في صندوق الوصف اي فايف و اي ناين اجهزة فاقة متوسطعة فاقة مهمة جدا لمعظم الناس 225 الى فاقة غالبة على السوق المصري والاسوق العربية من ناحية التصميم وقناة التصميم الى اي فايف وال اي ناين المتطبقين تماما نبدأ اختباراتنا باختبار تحمل الفضوش والتجريح لسكراتش ستست زرار البار هنا مصنوع من المعدن وزرار الصوت طبعا ودرج الشرحتين وكل الكلام ده وال اطار الخيرية كله من البلاستيك مفيش حاجة من المعدن غير زرر الباور وطبعا تاكة مهمة الزراير دي ممتازة جدا جدا وانتظروا ان شاء الله الفيديو القادم هنعمل نظر تفسيري على كل مكانات الداخلية بحيث نقف على تأكيد على جودة متجات اوبو وطبعا ريلمي في السوق المصري طبعا لون الاطار الدهبي لما تعرض للخدوش او بيظهر لون الخامة الاصلية لون الخامة الداخلية اطار الكاميرات هنا من البلاستيك وطبعا فيه جزء زجاجي لحماية عدسة الكاميرات الخلف خلفية وشعار اوبو مع الطبعة الموجودة على الظهر الموبايل كله مطبوع من الداخل وبالتالي الخدوش والكلام ده كله بيبقى غير مؤثر على شعار اوبو والكتابة الموجودة في الظهر الموبايل لا بيش اي تأثير اطلاقا بقى لكن طبعا الخدوش وردة جدا زي ما حتى شايفين طبعا معرضة الخدوش والتجريح بشكل سريع جدا هنا الجزء الازياز الخاص بحماية عدسة الكاميرات الخلفية ومقاومة الخدش بطريقة ممتازة ونفس الشيء بينطبق على الشاشة شاشة بدقة HD بلاس بم من نوع اي بي اس ال سي دي ما دعمه طبقة حماية جوريلا جلاس سري بلاس بمستوى سطون ممتاز ربعمل وتمانين نتس ماكسيمون تعتبر شاشة جادة جدا وسطحها تعتبر مثالي في اضاءة الشمس سواء ما الى ذلك واستخدامها حقيقية وتعتبر استخدام جاد جدا وزي ما حتى شايفين طبعا طبقة الحماية جوريلا جلاس الجلي التالت تعتبر الطبقة مقاومة للخدوش اخور جدا بجموعة الاختبارات اللي قدامها وفخور ان لها السبق في تقديم المحتوى ده الاول مرة في المحتوى العربي طبعا اختبار اللي بيكشف جودة ومقاومة الشاشة لزيادة درجة حرارة ومقاومة التطبيع الناتج عن زيادة درجة حرارة الناتجة عن المكونات الالكترونية الداخلية زي المعالج والبطارية ومعظم الاجزاء الداخلية اللي بتصدر حرارة زي الكاميرات كمان بتصدر حرارة عالية جدا اثناء تشغيل الفيديو اثناء تشغيلها بصفة مستمرة طبعا مش محتاجين تعليق شاشة مثالية واختبار اللي بمدة سبع ثواني او عشر ثواني والشاش الاختبار اللي بنعمله طبعا مش محتاج اكد لحضراتكم او يعني احذر من اي حد يعمل اي اختبار اللي انت شايفه سواء الاختبار الحرارة او اختبار المية او اي حاجة اللي انت شايفها الغرض الاساسي من الفيديوهات دي سواء على التليفونات اللي احنا عملناها مسبقا او من المرة دي او بعد كده سامسونج او هنشوف ان شاء الله خلال السنة دي هنعمل مجموعة من اختبارات المتنوعة ومجموعة من الفيديوهات القيمة جدا اللي طاليك بمية وخمسين الف متاب على قناة اليوتيوب الفكرة اللي انا احب اوصلها للناس من خلال المحتوى ده ان انا لما اقدم لكم نصيحة او اقدم لكم اه نصيحة بخصوص اي حاجة تشتروها او اي منتج طبعا انت بتدفع فلوس ومحتاج تشوف محتوى يعني مصرف عليه متكلف عشان النصيحة تبقى طالعة من حد يعني يعمل الكلام ده بنفسه متأكد من الكلام ده زي ما بنشوف في المحتوى الاجنبي او عندي او ما الى زلك الناس بتعمل اختبرات وبتعمل اكتر بكده كمان وبيقدموا نصيحة وبيقدمهم اه دعم قوي جدا جدا للناس برا مصر وبالتالي حابين نقدم المحتوى ده في المحتوى العربي فمش محتاجة اقول لكم ان انتم لازم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لازم تعملوا لايك للفيديو ده مهم جدا جدا المحتوى ده متكلف الفيديو ده متكلف حوالي اربعة تلاف جنيه يعني تقريبا ارباح يوتيوب في شهر فطبعا لايك للفيديو ده مهم جدا جدا التبار المياه مش هدف في حد ذاته ولكنه برضو احد وسائل كشف دك التصميم وعظمة ودقة مواد العز الداخلية والتصميم الداخلي لاجهزة التليفونات بصفة عامة والكلام ده اختبرات دي احنا يعني انا عارف ان هي بتعمل في الشركات سواء في اوبو او في غيرها في معامل البحوث الطويل ومعامل اختبرات الخاصة بالشركات دي فبنعمل سيموليشن او بنعمل يعني محاكاة ده اللي بيحصل في الشركات في معامل اختبرات الشركات دي طبعا الموبايل شغال لغاية لوقتي بدون اي مشاكل تسكر ولحسة السريب بسيط من مدخل الشرحتين ده اعتبر شيء عادي ومتوقع مع عدم موجود ا اطار مطاطي حوالين درجة الشركتين بيمنع دخول المياه للاجزاء دي طبعا ممكن تجاف تليفونك بسيشوار او بهوى اعتبر ده فيه مش ساخن قوي بحيس ان انت تجافف الموبايل او تعرض لحالة زي اللي انت شايفها في الاختبارات اللي احنا بنقدم ان شاء الله يكون لنا اكتر من الفيديو من النوعية دي لكل المركات اللي موجودة في السوق اختبار 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 التاني اختبار قوي جدا وكاشف بشكل قاطع لجودة الخامات الداخلية والتصميم اطار الموبايل مصنع لفكرة ليوني ديزاين او ليوني بادي ديزاين وطبعا شيء ورد جدا يحصل انبعاج زي اللي احنا شايفينه ده ولكن الشاشة تعتبر الشاشة ما تأثرتش خالص ما فيش اي شيء في الموبايل لتأثر طبعا احنا هنعمل فيديو ان شاء الله الفيديو القادم تفكيك الموبايل وهنشوف نظرة بقى تفصيلية على كل الميكونات الداخلية هل في حاجة تأثرت في الميكونات الداخلية بالاختبارات العنيفة اللي احنا عملناها ولا لا تابعونا وفي نهاية الفيديو احب شكرا جزيلا اخلاص فقاة اي جديدة او اي سيريس من اوبو فقاة بخمية تصنيع محترمة جدا والف مبروك لكل الناس اشتريت وال اي فايف وال اي ناين عشرين عشرين اجهزة راقية اجهزة استحق الشراء اجهزة ممتازة جدا في فقاة تلتمائة دولار او تحت التلتمائة دولار شكرا جزيلا اتوقعكم والى اللقاء